شيخ هل أسماء الله محصورة؟ لا ليست محصورة الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين أسمى مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهذا لا يدل على حصره في تسع وتسكين بل هذه التسع وتسعين من أحصاها يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة وليس أن أسماء الله محصورة بهذه التسعة والتسعين بل هي أكثر من ذلك لا يعلمها إلا الله ولكن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظ وعرف معانيها وعمل بها دخل الجنة ولا يمنع أن يكون هناك غيرها من أسماء الله وصفاته لأن العدد كما يقولون لا يدل على الحصر نعم